ودي أكبر مسابقة في تاريخ البطولات اللي بنظام الاتحاد بصر السيد الأسماك تحياتي لجنرال المتحد شلبي صديق قديم وببعث له كل تحية أهلا بيكو في نادي الصيد اسكندرية نادي عريق ونادي قديم وكلنا كاسكندرانية بنعتز به الحقيقة هي البطولة الحقيقة النادي الصيد هو اللي بدأها وبدأها من حوالي 30 سنة كمسابقة نادي الصيد بينظامها لإسكندرية ولهواة الصيد في إسكندرية ومع الوقت تطورت الفكرة والقائمين عليها ومجلس إدارات النادي طورتها إلى أن وصلتها إلى مستوى البطولة القومية اللي بيشارك فيها الاتحاد المصري لصيد الأسماك للهواة وبالتالي أدرجت ضمن المسابقات الاتحاد وأقيم التسعة بولات دي تسعة واحدة التاسعة شارك معنا النهاردة أكتر من 55 فريق والفريق مكون من اتنين أو تلاتة على حسب إمكانيات كل فريق وهي لمدة يوم واحد في الصيد بالجر أو الصيد بالتسقيت أو الصيد الجديد الحديث اللي دخل علينا اللي هو الجيجينج ودي رياضة جميلة جدا فإن شاء الله أنا متفائل لأن النهاردة على غير متوقع الجو جميل والبحر حلو وأعتقد أن حتكون في حصيلة أسماك كويسة النهاردة إزاي أعضاء النادي بيشاركوا في البطولات دي وبيستمتعوا إزاي بهواية سيد الأسماء؟ طبعا النسبة كبيرة جدا من أعضاء النادي هو الصيد مش بس هو لا وأبطال صيد يعني إحنا عندنا فرق عديدة بتشارك في جميع بطولات الجمهورية جميع مسابقات اللي بينظمها اتحاد المصري سواء في المياه الملحة في البحر الأبيض أو في البحر الأحمر والمياه العزبة وبدي تبقى بطولة في أسوان سنويا هوات الصيد عندنا على مستوى عالي جدا بيحققوا مراكز أولى كتير جدا في بطولات وعندنا تاريخ طويل جدا من البطولات اللي حصل عليها الأعضاء في النادي هنا من ناحيةنا احنا كنادي ومن رغبة أن احنا بنزود في عدد هوات صيد السمك احنا دايما عندنا تدريب للصيادين سواء كأشبال أو كشباب أو كحتى كبار في السن وعندنا تدريب مستمر بالنسبة لهم بنكون منهم فرق بنشارك فيها في البطولات بنشترط عليهم بعض الاشتراطات بحيث إن هو كل ما مستوى يتقدم كل ما يقدر يرفع نفسه إلى مستوى آخر في المسابقات ودي عاملة بين الأعضاء تنافس جميل جدا زي نستغل الموقع الاستراتيجي الرهيب الجميل ده اللي احنا وقفين فيه بصراحة منظر ممتع جدا جدا يعني جوه صحي قوي في تمية موارد النادي يعني سياحيا أو مظاريا بالنسبة لإسكندرية إزاي نستفيد من المنظر الرهوعة ده أنت عندك حق إن المنظر جميل جدا والموقع متميز جدا وإحنا كان عندنا مشروع عرضته على المحافظ السابق الإسكندرية لكن للأسف ما كملناش معاه وهو كانت فكرتنا إن احنا نربط نادي الصيد هنا اللي وراره الطبيعة بموقع السلسلة في الجانب الآخر بخط مراكب مراكب مريحة آمنة لأننا خبرتنا في هذا فدي كانت حتعمل رواج سياحي كبير جدا سواء سياحة داخلية أو خارجية